وهلّا بيّنتم لنا بعض البداع الذي تقع في خطبة الجمعة؟ يقع في خطبة الجمعة المدومة على قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يالي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لن يدفت هذا وأيضا ذكر الخلفاء الراسدين في الخطبة فالنبي عليه وسلم عليه وسلم أن كان يذكر في خطبه نوحا وإبراهيم وإسماعيل لآخره ما كان يذكر هذا نعم وهكذا ختم الخطبة بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية لم يذبت إن أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فعل ذلك. وما فعله إلا عمر بن عبد العزيز لمناسبة ضايرة وهو أن العبويين كانوا يختمون خطبهم بسد أهل بيت النبوة. وكانوا ينتظرون من عمر ابن عبد العزيز أن يتعل ذلك. فقال أيها الناس إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائه للقرباء وينهى عن الفحكال والمنكر والبغي يعظكم يعظكم لعلكم تذكرون. ما عام هو رضع الآية في موضع مناسب في غاية المناسبة. إن الله يأمر بالعدل وليس من العادل أن يشب أهل بيت النبوة والإحسان. وليس من الإحسان أن يشب أهل بيت النبوة. وينهى وينهى أن يشب أهل بيت النبوة وأعني بأهل بيت النبوة الصالحين للقبريين ولا المنجمين ولا المشعوذين ولا الذين يحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فإن هؤلاء ليسوا من أهل بيت النبوة المكرمين الذين يدخلون في الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لأن الله أفضل لنوح عند أن قال ربي نبني من أهلي وأن وعدك الحج وأنت أحكم الحاكمين قال ينوح إنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعبك أن تكون من الجاهلين نعم فنعمد أهل بيت النبوة الصالحين منهم لا الذين يسفون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا الذين يشيدون في المذهب المعتزلين ويرفون صفات الله التي عزبتها لنفسه والله المستعان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر